السلام عليكم ازيكم يا شهابي رب تكونوا بخير ولكون الدنيا طبعا معاكم معاكم معتز محمود ونتكلم بإذن الله عن البيولوجي البيولوجي علمه ممتع جدا كلمة بايو معناها حاجة حية البيولوجي معناها علمي اللي هو علم الاحياء زي ما انتو خدته في السنوية العامة او زي ما انتو سمعتم مواضيع لذيذة مفهاش اي مشكلة بتبدأ عندك في محاضرات علم البيولوجي بنتكلم على البلانت بيولوجي البلانت بيولوجي هتاخد منهم كذا محاضرة او الكونتينت بتاعك هيبقى فيهم عبارة عن ايه بالزبط برضو عشان تبقى فاهم اي حاجة في الدنيا بتدرسها لازم تبعارف الكونتينت بتاعك عبارة عن ايه نتكلم على البلانت بيولوجي النباتات او المحاضرة بنتكلم فيها عن تركيب الخلية نفسها البلانت سيل بعد كده بناخد محاضرتين عن العمليات الحيوية اللي بيبقى موجودة جوه الخلية واللي بيقودها طبعا الانزيمات وفيه دايما سؤال بييجي ايه هو المحفز للعمليات الحيوية عشان تختار من حضرتك في الامسكيو او تكتب لو هو كومبيليت المحفز اللي هو الكاتاليست او تكتب في الكونبيليت الانزيمز تاخد الانزيمز عمليات حيوية بعد كده بتتكلم على العملية اللي بيتنفس بيها النبات وبينتج بيها الطاقة اللي هي عملية البناء الضوئي الفوتو سينسيز والرسبايريشن واخر حاجة في المنهج ان حضرتك بتاخد مكتطفات عن النباتات الطبية يعني النباتات ديات بتفيدني في ايه في الطب وايه هي المواد اللي بنستخرجها من نباتات medical plants ده بمنطقة البساطة اللي عليك وهناخد النهاردة introduction على plant cell ونهدمها ونعرف اشهر الاسئلة اللي بتيجي عليها وتاخد بيها ورق كمان باذن الله هنبدأ بالplant cell مع بعض ان شاء الله الplant cell عايزين نعرف بتتكون من ايه وايه هي مميزتها وايه اللي يفرقها عن الخلية الحيوانية احنا هناخد الوقت الخلية النباتية طب ايه الفرق ما بينه وما بين الخلية الحيوانية يعني انت عاوزني تعلم علي ايه عاوزك تعلم علي حاجتي اول حاجة هي لها cell wall من بره لها ايه cell wall من بره اللي انا بعلم عليه ده ده مش موجود في الخلية الحيوانية يبقى الخلية الحيوانية ما فيهاش cell wall ده الكلام ده مهم عشان MCQ وعشان الاسئلة الكمبيليت الاكمل والشفوي اللي بيجيلكم خلاص يبقى ما فيهاش cell wall من بره امال فيها ايه؟ هي فيها cell wall من بره وفيها جواها كمان cell membrane وده هناخده بالتفصيل بالتركيب بتاعه بالتفصيل خلاص الخلية الحيوانية هنريد انت بنتكلم عن نباتية الخلية الحيوانية ما فيهاش cell wall خلاص تاني حاجة هي فيها مركب اللي هو لونه اخضر ده المركب ده اسمه ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو خلاص. ده هات الحاجات اللي هي الرئيسية اللي انا عاوز اكتبها تعرف. طبعا بقى جهاز النواة كل الكلام ده بيبقى متشارك مبينو ومش هنتكلم عنده قوي. ايه المركبات اللي انا عاوز اكتبها عارفها? اللي برا ده بيبقى موجود في النبات بس مش موجود في الحيوان. هنتكلم عليه بالتفصيل وتركيبه وازاي بيدخل المواد ويخرج المواد وده مهم جدا. اللي بيقوم فيها عملية البناء الضوئي. وديت مهم جدا. والميتوكندريا وحدة التنفس او وحدة انتاج الطاقة في الخلية مهمة جدا. خلاص. يبقى ديت بالنسبة للخلية النباتية. تاني هو نفس الكلام ده السيلوول. ده السيلوول عندك اوه. جوه السيلوول تدخل تلاقي السيل ممبرين. ده مهم جدا. هنتكلم عنه دوقتي بالتفصيل. خلاص. في ميتوكندريا. جهاز مش مهم قوي. مش هنتكلم عليه. السيتو بلازم. السيتو بلازم والفلويد اللي جوه اللي بيبقى مليان بالمواد. بعد كده الكولوروبلاست ديت اهم حاجة وهنتكلم عليه. خلاص. في تقسيمة كده في السيل بيولوجي او دايما بنحب نقولها عشان مصطلحات عشان ما تتلخبطش. وديت هتفهمك انت مش اكتر. اكتب التقسيمة ديت وراي. اول حاجة انا عندي حاجة اسمها بروتو بلاست. بروتو بلاست. بيبقى عندي حاجة اسمها ايه؟ بروتو بلاست. بنا نكتب كده احسن عشان ايه؟ يبقى اوضح بالنسبة لك. بروتو بلاست. البروتو بلاست ده بيه بيتكون من ايه؟ يعني البروتو بلاست ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن جزء جزء ايه؟ بلاست ممبرين زائد الممبرين او الغلاف اللي حوالين بلاست زائد بروتو بلاست هتقول لي طب ممبرين وبروتو بلاست هو ايه البروتو بلاست ده؟ هقول لك البروتو بلاست ده عبارة عن نيوكليوس النواة زائد السيتو بلازم. اه يعني البروتو بلازم ده هو السيتو بلازم بس وهو مع النواة؟ اه والبروتو بلاست ده يعني هو البروتو بلاست ده يعني هو البروتو بلاست ده اللي هو السيتو بلاست ده والنواة وحواليه البلاست ممبرين اه بس هيه مصطلحات تبع عارفها وخلاص طب السيتو بلاست ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن شوية ارجانيلس موجودة فيه زائد السيتو سول يعني السيتو بلازم ده لما نشيل شوية الأجهزة أو الأورجانيلز اللي موجودة فيه يتبقى حاجة اللي وارف لويت بس يتسمى سيتو سول طب الأورجانيلز دي هات زي إيه يعني يعني الأورجانيلز دي زي إيه ما تقول لنا الأورجانيلز دي اللي هي عبارة عن إيه يعني أول حاجة زي قلنا الكولورو بلاست اللي احنا قلنا عليه زي الميتو كوندي زي جولجي أباريتس جاهز جولجي زي فاكيول زي مثلا أي حاجة خلاص يبقى في النهاية الفلوة بس يسمى سيتو سول الفلوة زي الأورجانيلز اسمها سيتو بلازم سيتو بلازم زي النيوكلاس يبقى اسمه بروتو بلازم البروتو بلازم زي الممبرين اللي حواليه يبقى اسمه بروتو بلاست خلاص فيجت بس للموطع كده اللي هو عشان تبقى فاهم بايولوجي كويس مش حافظ وخلاص وتبقى تعرف تلعب بالايه تعرف تلعب بالمصطلحات خلاص ده نفس الكلام هو التركيب وخلاص قلناه مفيش مشكلة تاني يا دكتور انا مفروض ان انا محتاج اركز على ايه تركز على السيلول البلازمة ميمبرين عندك بعد كده ندخل جوه بيبقى فيه ايه اركز على الكولوروبلاست اركز على الميتو كوندريا اهي الكولوروبلاست ايه دي الكولوروبلاست خلاص اركز على الميتو كوندريا وخلاص تمام ديت طبعا رسمة سري دي موضحة لك اهو الدنيا كلها تمام ديت اللي هي الكولوروبلاست لازم يبقى لونها اخضر وانا اعرف ليه بلازمة اقول بقى اول بلازمة من برين والكلام ده كل نفس الفكرة هنا اجي الكولوروبلاست وادي يهمني ان انت تعرف عن الكولوروبلاست يهمني انت تعرف الميتو كوندريا وخلاص طيب ايه الفروقات ما بين البلانت سيل والانيمال سيل اللي انا عاوزك تعرفها اهي ان فيه هنا سيل والب في البلانت سيل ان فيه كلوروبلاست والفكيولز هنا بتبقى الباقي مشترك وخلاص تمام السيل ممبرين اول مكون هناخده بالتفصيل والسيل ممبرين يبقى ايه سيل ممبرين هو الغشاء المحاوط للخلية بس بقول عليه سيل ممبرين بيدخل مواد للخلية ويخرج مواد من الخلية بيبقى وظيفته ايه اكتب عندك بيبقى وظيفته سيليكتف برميابلتي سيليكتف برميابلتي يعني ايه يعني النفاذية النفاذية الاختيارية يدخل مواد معينة ويخرج من الخلية مواد معينة حسب حاجة الخلية دي دي ات حاجة اسمها سيليكتف برميابلتي وظافتها ودي اتزيادات من محاضرات خلاص تمام ده مميز جدا ان انت تعرف يبقى الممبرين ده طيب الممبرين ده بيكون من ايه بيكون من 3 اجزاء وخلي بقى لك عشان هتتساءل سؤال في الشفوي قول لي 3 اجزاء دمت بالترتيب بتاعهم بيكون من 3 اجزاء اول جزء دهون بعد كده بروتين بعد كده لازم تقولها كده لبت بروتين وشوية صغيرين من الكاربوهايدريت من الكارب خلاص لبت وبروتين وكارب بتقولهم بالترتيب ده يعني بيكون من ايه لازم تقولوا بالترتيب ده حتى الدكتورة هتسألك فيه قلتهم بالترتيب ده تاخد الدرجة النهائية مش هيبه في مشكلة خالص تمام مش هيبه في مشكلة خالص ادي البروتينات اللي بتبقى موجودة اللي هي لون هزرق ده 3 انواع من البروتين هنتكلم عليهم بالتفصيل خلاص وعندك حاجة اسمها الليبت فوسفو ليبت وجلايكو ليبت وكلسترول كلسترول ده يعتبر ايه ليبت برضو ده حاجة اسمها جلايكو ليبت جلايكو ليبت جليسرول وليبت ماشي جلايكو ليبت جليسرول وليبت وجلايكو بروتين ده بيبقى بروتين وجليكول برضو مفيش مشكلة خلاص وهدي الكاربوهايدريت طب بص بقى ركز معي الممبرين ده بيبقى فيه باي لير باي لير فوسفو ليبت باي لير مش احنا قلنا ان اكتر مكون بيبقى موجود والليبت معي ليبت مع فوسفرس يكون حاجة اسمها فوسفو ليبت فوسفو ليبت الفوسفو ليبت ده مهم ان انت تعرف ان هي شكلها عامل بالمنظر ده طبقتين بيبقى ليها راس هيد وتيل كده بالمنظر ده هيد اند تيل ويقابلها من الناحية التانية هيد والديل مقابل الديل كده تيل وهيد بالمنظر ده راس وديل والديل مقابل الديل الممبرين نفسه بيتكون من ايه من باي لير من طبقتين ادي طبقة واحد ودي التاني عشان كده يقولو عليها باي لير باي يعني اتنين باي لير باي لير بص بقى معلومة مهمة هو ده اللي هتتسائل فيه من الاخر يعني الهيد دي الهيد دي بنقول عليها بولر بولر هيد بولر بولر يعني عليها شحنة سواء شحنة موجبة او شحنة سالبة بولر يعني مشحونة بولر هيد والتيل نان بولر نان بولر يعني غير مشحونة بص بقى معايا وركز موضوع سهل البولر ده بيحب المية البولر اللي هي الهد بتحب المية بتحب المية يعني water lover كلمة water lover بتسوي ايه كلمة water يعني مية بتسوي hydro lover معناها philic philic يعني محب يبقى الراس hydro philic water lover philic ليه لانها بولر مشحونة ومشحونة يبقى تحب المية تدخلها خلاص طيب ايه الديل لقى الديل نان بولر نان بولر فيقوموا قايلين عليه طالما نان بولر يبقى مش هيحب المية فيقوموا عليه hydro hydro يعني مية phobic عارفين phobia يعني خوف يعني ما بيحبش يبعد عنه hydro phobic النما الهد لأ كانت hydro philic philic يعني بيحب lover hydro philic يحب خلاص طيب بالله عليك عاوز تسألك سويلا انا دلوقتي السيتو بلازم اللي موجود جوه او السيتو اللي موجود جوه ده بيبقى مليان مية بيبقى مليان ايه مية طب اللي بيحب المية اللي يروح نحي الجوه يبقى مين يبقى الدماغ الهد صح ما هو انت عندك الخلية عندك هنا جوه الخلية fluid كتير يبقى لازم اللي ناحية الفلود يكون ايه يكون الدماغ اهي طب بره الخلية بره الخلية برده انا عاوز ادخل المية الفلود يبقى بره الخلية لازم برده يبقى يكون في ايه الدماغ اللي هي بتحب المية صح يبقى هنا دماغ وهنا دماغ طب الديل بقى يروح فين من ناحيتين. يبقى ده تركيب السلم مبريم. يبقى السلم مبريم بيبقى بالمنظر ده. طب ليه البولر او الهايدروفلك على الناحيتين عشان يدخل المية او المواد من برة الخلية لجوة الخلية. ويطلع المواد من جوة الخلية لبرة الخلية يعمل لها ترانسبورد. وهناخد الكلام ده بالتفصيل. يبقى ده فكرة الشحنية اللي انت هتتساءل فيها مليون في المية. موضوع بولر ونان بولر. موضوع ايه بيحب المية او ايه بيكره المية. وده فايدته ايه? يعني ليه الترتيب بتاعهم ده ليه موجود الغشاء النفادي اللي حوالين الخلية? ليه مترتب بالطريقة دي? موضوع مهم جدا. جدا جدا. تعالي نشوف الصور عشان تفهم وتاخد الدرجة نائية. سؤال الشافوي اللي قلت لك عليه اللي هو سلم مبريم او البي بيتكون من ايه? تقول التلات مكونات بالترتيب. الليبت. البروتين والكاربوهايدريت. ليبت بروتين كاربوهايدريت. خلاص? الهد بتبقى بولر. التل بتبقى ايه? نان بولر. ده بتاع مين? بتبقى الفوسفوليبت. الفوسفوليبت شوية ليبت مع فوسفرس. اللي هو الفوسفوليبت. خلاص? فوسفوليبت. وفيه كمان جلايكو ليبت. جلايكو ليبت. يعني كاربوهايدريت مع ليبت. ده جزء الكاربوهايدريت. خلاص? وفيه كمان بيتكون من حاجة اسمها بيتكون من إيه؟ شايفين ده؟ ده الكولوسترول الستيرول الستيرول اللي هو الكولوسترول بيبقى كحل مع كولوسترول مع استرويد كحل مع استرويد وده نان بولر اعرفوا عشان الامسي كيو أنا كده كده هديك ورقة فيها الكلام ده كله ومعلملك على الحاجات اللي بتيجي عندك في الامتحان نان بولر كولوسترول بيبقى نان بولر خلاص بص كده وركز رسمة جميلة جدا ملخصة الدنيا فيها سهلة مفيش فيها مشكلة اولا بيتكون من ايه عندك من طبقتين ادي واحد ادي اتنين الهد بتبقى فين الهد بتبقى البره والجوه الخليل شوف البره والجوه وما بينها الديلين مقابلين بعض من بره الهد بتبقى بولر وما بينها الديل الجوه بيبقى نام بولر اتفقنا على الكلام ده خلاص بيبقى عندي ايه كمان غير الفوسفوليبت دي طبقة البايلير بتاع الفوسفوليبت اهي بيبقى عندي ايه كمان بيبقى عندي جلايكو بروتين وجلايكو ليبت خلاص كاربوهيدريد ماشي اللي اخضر ده كاربوهيدريد طب وايه كمان كولوسترول قلنا فيه كولوسترول وايه كمان بروتين انتجرال بروتين والشانال اللي هي ترانس منبرين بروتين وبريفرال بروتين هنتكلم عن البروتينات دلوقتي خلاص? عندي 3 أنواع من البروتينات مبين الممبرين مش ده الممبرين اللي هو البيليار تلاقيه بيعدي ما بين الممبرين كده اللي بيعدي ما بين الممبرين ده اسمه ايه؟ ده ده بنسميه هكتبه لكو ترانس ممبرين بروتين دي علامة البروتين وواحد بيبقى موجود في الطرف كده طرف يعني فيقول له عليه بريفرال بروتين صغير كده. واحد برضه بيبقى موجود على جانب من اجناب الخلية اسمه انتجرال بروتين. انتجرال بروتين. يبقى تلات انواع. ترانس ده الاجبر. ترانس مبين بروتين. انتجرال بروتين وصغير كده اسمه بريفرال بروتين. سؤال الشافوي التاني. يقول لك ايه انواع البروتينات اللي بتبقى موجودة عندك في الخلية? ايه انواع ايه البروتينات اللي بتبقى موجود عندك في الخلايا. فحضرتك تقول والله هنا بيبقى موجود عندي transmembrane protein transmembrane protein بيبقى موجود عندي peripheral protein وبيبقى موجود عندي integral protein او الاحسن ترتبهم الترتيب ده transmembrane integral وperipheral. ليه? لان هيسألك سؤال في الشافة هيسألك سؤال في الشافة ويركز يقول لك لو انا عاوز استخلص البروتين من الخلايا لو انا عاوز استخلص البروتين من الخلية ايه اسهل نوع يتشال في الاول وبعد كده يجي اللي بعديه اسهل نوع اللي هو البريفرال الصغير يبقى درقم واحد بعد كده الانتجرال يبقى درقم اتنين بعد كده يبقى درقم تلاتة ده سؤال شافوي برضو بيجي بنفس الطريقة بنفس الترتيب خلاص لو جاوبته هتاخد الدرجة النهائية وبقى دعيلي خلاص كده يبقى فيها اي مشكلة فيها اي مشكلة بالنسبة للموضوع ده واحنا خدنا الباي لير اللي هي الفوسفوليبت عارفنا بتتكون من ايه من الهيد توهيد اللي هما البولار هيد اللي هما الهايدروفيليك والتيل اللي هو نام بولار او هيدروفوبك وعارفنا ليه ديت هيدروفيليك وديت هيدروفوبك خدنا انواع البروتينات مهم جدا 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 ان انت تعرف انواع البروتينات خلاص وقلنا تلاتة ترانس ميمبرين وانتجرال وبريفرال طب مين الاسهل الاصغر فيه من نواية شالف الاول لما نيجي نفس البرتينات عن الخلية بعد كده الانتجرال بعد كده الترانس من بري خلاص فيه اي مشكلة كده يبقى الموضوع سهل موضوع بسيط طبعا كل الكلام اللي انا ركزتلك عليه ده موضوع هيدروفليك هيدروفوبك اه امسي كيو يعني اسئلة او كومبيليت يجيبلك اكمل وده السؤال الاشهر بالنسبة لكم تمام وغير الشافوي سؤالين الشافوي المشهورين انا قلتلك يبقى ده الترانس من بري خلاص نفس الفكرة هنا انواع البروتينات اهو ده الترانس من بري ده الانتجرال او الترانس من بري بروتين وده البريفرال بروتين ده بيبقى الكوليسترول وده الكاربوهايدريت نفس الفكرة اهو ده الترانس من بري بروتين اهو ده البريفرال بروتين وبروتين بتحب المياه الجزء ده اللي هو التيل ده هيدروفوبك بيكره المياه نفس الفكرة ده البريفرال من بروتين بيبقى SMS كده ممكن يبقى موجود لوحدة وممكن يبقى موجود على الترانس من بريين وده الانتجرال من بريين بروتين وده الفوسفو لبة باي لاير الفوسفو لبة باي لاير خلاص نفس الفكرة ده الترانس من برين بروتين integral protein وده البريفرال بروتين اهو وده البيليار من برين طيب بعد كده هناخد اتنين ارجانيل موجودة عندك جوه السيتوسوم او السيتوبلاس اتنين ارجانيل خلاص اول ارجانيل عندك الكولورو بلاست كولورو بلاست تمام الكولورو بلاست اول حاجة ليه لون هاخضر اكتب لان بيبقى جواها مادة الكولوروفيل مادة الكولوروفيل والكلوروفيل ديت هي اللي بتعمل بناء ضوئي هي اللي بتعمل photo synthesis البناء الضوئي هو التكوين الطاقة من الاخر كده ان انا باخد طاقة الشمس وبعد ما باخد طاقة الشمس بقوم احولها لايه بقوم احولها لطاقة اتغزة منه الخلية بنباتية تتغزة منه خلاص طيب الكولورو بلاست دي بتتكون من ايه بتتكون من membrane by layer برضو outer membrane و internal membrane يعني membrane من طبقتين والوحدة الرئيسية اللي بتكون الطاقة وحدة اسمها سيلاكويت انا عاوزك بقى تحفظ دي صم سيلاكويت عشان complete الوحدة من دول انت عارف دي هت كزا واحدة و اشوال لك عليها سانيا كزا واحدة تمام الوحدة منهم اسمها سيلاكويت طب لما يتجمعوا مع بعض يكونوا الارس الكبير اللي عندك ده لما يتجمعوا مع بعض يكونوا الارس الكبير ده اقوله على الارس الكبير ده ايه بص معي ايه دي سلوكويت 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 اتجمعوا مع بعض السلوكويتز دي يكونوا حاجة اسمها جرينوم جرينوم يكونوا حاجة اسمها ايه جرينوم ودي الاوتر منبرين ودي الانر منبرين زي ما انت شايف طب الفلوة اللي جوه ده اسمه ايه اسمه سترومة الفلوة اللي جوه ده بيبقى اسمه ايه بيبقى اسمه سترومة سترومة خلاص سترومة اجي الكولورو بلاست زي ما احنا قلنا واجي السلة كويد وهي بتكون الطاقة عندك ديت اللي هي ايه اللي هي وحدة البناء الضوئي وحدة البناء الضوئي تاني ديت ايه وحدة البناء الضوئي تمام تتكون من سلة كويد والسلة كويد دمت لما يمسكه في بعض يكونه حاجة اسمها جرينوم اهو جرينوم اهو وخلاص تمام كده بعد كده الحاجة التانية قلنا ان هي وحدة الطاقة الحاجة التانية اللي بناخدها اللي هي الميتو كوندريا اللي فاتت وحدة البناء الضوئي ديت بقى وحدة الطاقة power house of the every cell هي الpower house هي وحدة الطاقة energy power house تمام بتتكون غلاف برضو زي ما قلنا هناك الممبرين هنا برضو بتتكون من غلافين inner و outer ال inner ده بيبقى ايه بيبقى فيه تعرجات كده شايفين ليه الفولدز ديت بتزود مساحة السطح لانتاج الطاقة طب بقول ال outer لايه ال outer بيبقى smooth smooth مفوش الفولدز دي مفوش التعرجات دي فبنقول عليه smooth smooth خلاص بس ديت اللي ايه ديت اللي هي الميتو كوندريا الميتو كوندريا وصفتها الرئيسية ايه تاكوين الطاقة اللي هو ال etb وحدة الطاقة انتو عارفين وحدة الطاقة اللي هو ال etb ال etb ده هو وحدة الطاقة في الخلية هي وصفتها مين اللي بيكونوا ال etb ده في الخلية هي الميتو كوندريا الميتو كوندريا الخلية النباتية والخلية الحيوانية فيها وحدة الطاقة اللي هي فيها ايه اللي هي فيها الميتو كوندريا بيبقى فيها كمان الدي ان ايه الدي ان ايه اللي هو الحمض النووي بيبقى فيها الدي ان ايه الحمض النووي بتبقى مسؤولة عن ايه بتبقى مسؤولة عن ال respiration تنفس الخلي بيبقى مسؤولة عن تنفس الخلي وان تقوم بالعمليات الحيوية انتاج الطاقة اللي هو الATP عن طريق creeps cycle الطاقة بتنتج عن طريق cycle دورة الدورة دي بنقول عليها ايه عشان الامسي كيو او عشان الكمبيل كريبس سايكل نطلع منها بقى واحدة الطاقة اللي هي اليت بي وتبدأ الخلية تستخدم الطاقة دي في الوظائف الحيوية بتاعها زي ما نعرف في الاستشن القادم او المحاضرة القادمة بازن الله خلاص الميتو كوندري دي بتبقى موجودة في الهاي ارجانيزم يعني الارجانيزم اللي بتقوم بالوظائف الحيوية العالية الهاي ارجانيزم تمام اللي هم بيقولوا عليها شباب ايو كاريوتك في عندي ايو كاريوتك وفي عندي حاجة اسمها برو كاريوتك برو كاريوتك ديت اللي هم بتقومش بوظائف عالية او زي ايه زي بعض الارجانيزم زي بعض البكتيريا بعض الفيروسات برو كاريوتك لكن الايو كاريوتك دي الايو كاريوتك زي الانسان زي النبات بيقوم بوظائف عالية فلازم يكون في ايه لازم يكون في ميتو كوندريا خلاص كده لازم يكون في زي ما احنا قلنا بالظبط خلاص كده طيب تعالى نشوف الملف ده ديت زي ما احنا قلنا كده المكونات بتاع خلاص يهمني ايه من الاخر زي ما احنا قلنا يهمني ويهمني الميتو كوندريا يهمني السلممبرين السلممبرين او لو انت شايف هتلاقي بيكاوم الليبيد وبالروتين وسمولر امونت وكاربوهيدريد بالترتيب ده خلاص اجي السلممبرين هتلاقي طبعتين بيكاوم من فوسفوليبيد خلاص والفوسفوليبيد بقى خلاص انت عارف ان فيها بولار هيد ونان بولار تيل جلايكو ليبيد جلايكو ليبيد ليبيد مع الكاربوهيدريد والستيرول استيرول ده بيبقى ايه كحول مع استرويد او بيقولوا عليه استرويد على الكحول خلاص وده بيبقى نان بولار مهم الفوسفوليبيد ده بيبقى طبقتين طبقتين بتبقى ايه هايلي فليود طبعا لان البولر ده بيبقى ايه البولر ده بيبقى بيبقى فتبقى خلاص ويعدي اللي بولر بص يا شابك الحاجات المتشابهة بتتنافر الحاجات المتشابهة بتتنافر فبولر لو جايه له بولر مش هيعديه بولر لو جايه له بولر مش تعليش احنا مش هيعديه انما البولر لو جايله نام بولر يعديه عشان كده يقول لك impermeable يعني ما يعديش م يعني ينفي دي مهمة جدا برضو مهمة جدا البروتين ميمبرين زي ما قلنا كده البروتين بيبقى ثلاث انواع هو هنا مش كتب لك النوع الاصلي اللي هو الترانس ميمبرين اكتبه بعد كده الانتجرل بعد كده البريفرل طوامين الاسهل ان نيودشيل عشان بعد كده الانتجرل بعد كده الترانس ميمبرين وطبعا الميمبرين ديت هي اللي بتعدي اي حاجة لخلية تطلع من الخلية فببته مسؤولة عن معظم بروتين الميمبرين هي المسؤولة عن معظم في الخلية زي ما انت شايف كده بيبقى فيها طبقتين بيتكون من سلة كويد والسلة كويد ده لما بيتجمع بعض وبعض بيكون حاجة اسمها جرينا بتاعه ايه؟ ده ما كان وحدة بناء يضغل بيجيب الانرجي من الشمس الطاقة من الشمس ويحولها الكيميكال انرجي وهيستخدم الكيميكال انرجي بقى في ان هو ايه ينتج الغذاء بتاعه ده بتبقى موجودة في البلانت بس خلاص بتبقى موجودة في البلانت بس الميتوكوندري ميتوكوندريا في الايوكاريوتك زي ما قلت لك الايوكاريوتك هي ايه هي الكائنات زيتها الغظيفة العالية خلاص الميتوكوندريا ده بيحصل فيه الكريبس سايكل اللي بتكون الطاقة والالكترون ترانسبورت تشين الالكترون ترانسبورت تشين سلسلة برضو بتكون منها الطاقة اللي هو الاتبي الميتوكوندريا بتبقى محوطة بالظرف من التوفوسفوليبيد ميمبرين علم على كلمة فوسفوليبيد برضو بل فوسفوليبيد انا اسمعتها اقول مرة في الميمبرين بتاع مين بتاع الخلية نفسها طب الميمبرين بتاع الميتوكوندريا برضو فيه تووسفوليبيد ميمبرين الاوتر ميمبرين زي ما انا قلت لك بيبقى سموس نعم مفهوش اي تعرجات اللي جوه بقى زي ما انت شايف كده لا فيه دخلات ايه طب الدخلات ديت ليه ليه نر ميمبرين ديت ليه عشان تزود المنطقة العمل بتاعت انتاج الطاقة يبقى عندها منطقة عمل كبيرة الانتاج الايه لانتاج الطاقة خلاص كده ده بقى بص كده ده وقرقتين انا ملخص لك فيهم ومعلم لك فيهم بالاحمر على الحاجات اللي انت مطالب ان انت تذكر ورقة واحدة ايه بالرسومات بكل حاجة يفيش مشكلة وانزلها لك باذن الله ربنا وفقكم كان معكم معتز محمود وان شاء الله انتظروا القادم باذن الله نزل لكم اسئلة كتير وان شاء الله يبقى ميديول سهل عليكم باذن الله والموضوع يبقى سهل حد احتاج اي حاجة يستفسارات يبعتولي على طول على اللينك اللي هتنزل عندكم